أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون مع بروناي دار السلام في جميع المجالات بما يسهم في فتح المزيد من الفرص النوعية الواعدة التي تعود بالنفع لصالح البلدين الشقيقين وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى أن الملكة البحرين إلى بناء شراكات استراتيجية قوية مع الدول الأسيوية الصديقة وهو ما رسخته رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال الزيارات الرسمية إلى هذه الدول بما يحقق المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ويقدم المصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضيبية لأم عالي سيد إروان باهين يوسف وزير الخارجية الثاني في بروناي دار السلام بحضور معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي شيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث رحب سموه بزيارة معالي وزير الخارجية الثاني ببروناي دار السلام إلى مملكة البحرين مشيدا بما وصلت إليه العلاقات البحرينية مع بروناي من تطور على مختلف الصعود والذي أسهم في تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك واستمرارية دعم هذه العلاقات بما يحقق النماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين من جنبه أعرب معالي السيد إروان باهين يوسف وزير الخارجي الثاني في بروناي دار السلام عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية مع بروناي ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار